ومن بيروت ينضم إلينا الدكتور رئيف خوري أستاذ محاضر بالقانون الدستوري والعلاقات الدولية أهلا ومرحبا بك سيد خوري بداية هل فعلا يصب التحقيقان الأوروبي واللبناني في نفس الغاية ونفس الخانة أم هناك فرق في التحقيقين كلا لا يصبان التحقيق الأوروبي يريد فعلا كشف الحقيقة والوصول إلى نتيجة والحكم على رياض سلامي وعلى الزمرة الحاكمة المحيطة به ومن شاركه بأفعاله الجرمية أما التحقيق اللبناني المشكوك بأمره والذي غايته حماية رياض سلامي من التحقيق الأوروبي عدة ملفات فتحت في إلمانيا والسويسرا والإخشتاين وفرنسا وتمتد إلى الجزر العزراء وإلى الجنات الضرائبية والكريبي وتذهب مذهبها بينما القضاء اللبناني كان صامتا ساكتا ولم يحرك ساكنا لبل عندما قام بعض القضاءات في النيابة العامة التمييزية أو المالية بالتحرك منعوا من الاستمرار بالتحرك سواء بإضراب المصارف وبإضراب مصارف لبنان أو من قبل رؤساء الحكومات أو من قبل المسؤولين المباشرين التحقيق اللبناني وفقا لاتفاقية طبيض الأموال وغسل الأموال المقرة التي أقرها لبنان في العام 2008 يمنع ويحجب القيام أوروبا أو القضاء الأوروبي بإصدار مزاكرة توقيف لرياض سلامي أو طلب استرداده وتسليمه لأوروبا لمحاكمته أمام أوروبا هنا شكل الاختلاف بين التحقيقين قد قام القضاء اللبناني شكليا بطرح 196 سؤالا على رياض سلامي في يومي تحقيق لمدة تسع ساعات إنما التحقيق اللبناني الجدي سيبدأ الأسبوع القادم وهذا التحقيق الجدي سيحذر على أوروبا والقضاء الأوروبي أن يتعاطى مع الملف بعمق أو أن يطلب توقيف رياض سلامي أو إصدار مزاكرة توقيف بواسطة الانتربول أو طلب تسليمه لأوروبا هذا هو الفرق ما بين التحقيق الأوروبي الجدي إذن سيد خوري توقيت التحقيق في لبنان كما يقول بعض المراقبين هو جاء فقط لخدمة سلامي وليس لأحقاق الحق؟ نعم لحماية رياض سلامي لأن رياض سلامي هو رأس الحرم هو الواجهة إلى مافيا طويلة عريضة إلى مافيا واسعة تمتد من بعض النواب وبعض الوزراء وبعض رؤساء الحكومات وبعض الزباط وبعض القضاء وبعض المسؤولين في الدولة اللبنانية ولرجال أعمال ورجال دين وإلى ما هنالك هذه المنظومة المتكاملة تضع ثقلها خلف رياض سلامي لحمايته لأن رياض سلامي ليس وحده مسؤولا عما جرى هناك مجلس مركزي في مصرف لبنان لعدة مرات تحمل أيضا المسؤولية هناك لجنة رقابة على المصارف تتحمل المسؤولية وهناك أيضا من عددتهم مسؤولون جميعا عما آلت إليه الأمور النقطية والمالية والوضع الاقتصادي في البلد دياض سلامي صحيح أنه قام بأفعال جرمية تتعلق بشركة فوري وتتعلق مع أخيه رجال سلامي ومع سكرترته المساعدة مدام الحويك إنما هم الواجهة هناك عدة أفراد وعدة مسؤولين وراء هذه الواجهة وله حماية واسعة حماية بوجه القضاء اللبناني وحماية بوجه القضاء الأوروبي ومن الصعب جدا أن تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان في شهر تموز في الشهر السابع وأن يكون قد صدر بحقه أي حكم بينما مطلوب من الحكومة اللبنانية التفتيش حاليا عن وضع يد سلامي خارج مصرف لبنان وأيضا معه المجلس المركزي النائب الأول والنائب الثاني والثالث والرابع وهم خمسة مع بعضهم البعض وأن تعين الحكومة اللبنانية حارس قضائه يدير مصرف لبنان ويحقق في أفعاله ويحقق في حساباته وأن لا تتكل على التحقيق الجنائي الذي منع منذ اليوم الأول من القيام بمهامه أول خطوة مطلوبة من الحكومة اللبنانية المتواطئة مع حاكم مصرف لبنان أن تنزع هذا الحاكم من الحاكمية وأن تعين حارسا قضائيا مع مجموعة من المحاسبين والمداققين لإدارة هذا المصرف سيد خوري كل التحقيقات تدور حول طبيض الأموال والاختلاص وإلى ما هناك ولكن لم يكن هناك حديث أو تحقيق حول تهاوي سعر صرف الليرة اللبنانية من المسؤول من المتهم لماذا لا يتم الحديث عن هذا الموضوع وهو جوهري ومهم جدا بالنسبة لللبنانيين لأن هذا الموضوع يطال حكومات سابقة ووزراء مالية سابقون ورؤساء حكومات سابقون هذا الوضع المتراكم كان في عهدة رياض السلامي الذي ينهي هذا العام ينهي ولايته مع 30 سنة 30 عاما في حاكمية مصرف لبنان مرورا منذ العام 1993 حتى اليوم طيلت 30 عاما وهذا الطبقة السياسية تمعن في تخريب البلد وتخريب مالية البلد وتخريب اقتصاد البلد وتمعن أيضا في تدهور العملة اللبنانية وفي الاستدانة أن فتح هذا الموضوع يدين جميع الطبقة السياسية الحاكمة عهد السلامي لم يرتكم فقط استغلال منصبه وموقعه لتحويل الأموال إلى شركة فوري وإلى شقيقه وإلى مساعدته إنما أيضا استغل الموقع وارتكب أفعال جرمية أخرى كالتزوير واستعمال المزور وتخريب مصرف لبنان وحجب الحسابات الدقيقة عن المداققين واختلاق أكسرية موهومة واقتلاق ميزانيات موهومة في مصرف لبنان وهذه الطبقة التي عاصرته طيلة 30 سنة هي مسؤولة معه عن ما آلت لأي الأمور جزيلا لك من بيروت كنت معنا الدكتور رئيف خوري أستاذ محاضر بالقانون الدستوري والعلاقات الدولية شكرا لك